اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لئث فإن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإخوة والأخوات وحياكم الله إلى حلقة جديدة برنامجكم دروس في هذه الحلقة نتناول ما يسمح به الوقت من دروس وعبر في قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه لقي نبينا صلى الله عليه وسلم يوسف في السماء الثالثة حينما عرج فيه في تلك الليلة والقصة المشهورة فلقيه في تلك السماء فعرفه جبريل عليه قال محمد قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير يوسف كما أن في وجهه جمال وحسن فقد كان في قصته أيضا جمال وحسن كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن يلحظ الإنسان في قصة يوسف أنها القصة الوحيدة الطويلة في القرآن التي ذكرت في موضع واحد ولم تذكر في موضع آخر الوقفات التي سنقف معها في هذه القصة الطويلة التي تمتد إلى عدة حلقات لكن كما أشرت هي وقفات مختصرة نبتدعها بالدرس الأول وهي أن الابتلاء أحيانا قد يبتد التعريف والإشارة إليه بالرؤية وهنا وقفة يسيرة فإن الإنسان إذا أراد الله سبحانه وتعالى ابتلاءه أو تنبيهه سواء في شيء يتعلق بأمر خير أو تذكير أو تنبيه على ابتلاء قد يبتد هذا بالرؤية وهنا وقفة يسيرة فإن الناس مع الرؤى طرفان وسط منهم من لا يبالي بها ولا يهتم بها ومنهم من يضخمها ويعني تغير حياته وتغير مزاجه ويقف مع كل رؤية ويطلب تفسيرها ويتعب نفسه ويتعب وغيرهم من الأشياخ المهتمين بهذا الباب والمحسنين فيه بالاتصال والسؤال ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عدة أمور في هذا الباب فمن رأى رؤية حسنة فإنه لا يحدث بها إلا من يحب وإن رأى رؤية سيئة فإنه يدفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا ويستعيد بالله تعالى من شرها ويقوم ويصلي ركعتين وغير ذلك من الإشهادات ثم قال نبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره نحن نقول هذا لأن من الناس من كما ذكرت يعني من لا يبأل بها ومنهم من تشغله وتقيمه وتقعده والناس في هذا والوسط هو الصحيح فمثلا من رأى رؤية عجيبة جدا ليست على نمط مثلا الأضغاث الأحلام مثلا أو تكرت عليه الرؤية بأكثر من صورة ومؤدها في المعنى العام واحد فهنا يحسن يسأل خصوصا إذا كانت المسألة متعلقة بقضية عامة أو تتعلق به هو شخصيا وتكرت بأكثر من صورة هنا يسأل ولا يسأل إلا من يوثق بتعبيره فالمقصود هنا أن هذه الرؤية نبهت يعقوب على قصة من الابتلاء طويلة جدا بل نبهت يوسف عليه السلام على قصة طويلة في الابتلاء في قصة يوسف أيضا عبرة أخرى وهي أن يوسف عليه السلام كان صغيرا حين رأى الرؤية هذه ومع ذلك لم يأنف من أن يقصها على والده وفي هذا أؤكد على درس ذكرته في الحلقة الماضية في قصة يعقوب وهو أن الصغير ينبغي له أن لا يحقر الرؤية بل يقصها على والده على والدته و هنا نؤكد على أنه يجب أن يكون هناك جسر من التواصل بين الأولاد و بين آبائهم و أمهاتهم حتى يستطيعوا أن يعبروا عن مشاعرهم يعبروا عن مشاكلهم يقصوا رؤاهم و أحلامهم إذا رأوها في قول يعقوب عليه السلام لولده يوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك في هذا الدرس و عبرة في باب الرؤى و أدب من الأدب و هو أنه ليس كل الرؤى تقص على الناس فمن الرؤى ما يحسن الاحتفاظ بها و عدم نشرها و بثها لما في إثارتها و نشرها من إثارة كماء الحسد و الضغين و نحو ذلك فإن من الرؤى و إن كان يتضمن ابتلاء إلا أنه أيضا يتضمن ماذا يتضمن بشائر قد يحسده الآخرون عليها حتى و لو كانوا أقارب نعم حتى و لو كانوا أقارب و لهذا لما سئل الحسن البصر رحمه الله هل يسلم جسد من حسد قال ويحك أين أنت من إخوة يوسف هؤلاء إخوة و مع ذلك وقع منهم ما وقع و ترجم هذا الحسد في قصة طويلة تعرفونها القاء في الجب إلى غير ذلك من الابتلاءات من الدروس و العبر في قصة يوسف أن الحسد وارد الوقوع بين الإخوة و العاقل من الناس من يحاول أن يدفن أسباب الحسد كما أشرنا قبل قليل فليس بالضرورة أن تظهر لمن حولك و إن كانوا إخوانا لك أن تظهر لهم تفاصيل النعم التي أنت فيها و في المقابل أيضا لا يعني هذا أن تكون جحودا كتوما لا تظهر الشكر و لا تظهر عليك أثار النعم المعتادة لكن أمثل لذلك بمثال قد يكون أحد الإخوة مثلا ممن أغناه الله عز وجل و عنده مئات الآلاف أو ملايين من الريالات ليس بالضرورة أن يقول لأخوتي وبشيركم الحمد لله أنا عندي في رصيدي و الله عشرة ملايين أو خمسة ملايين أو عندي مئات الآلاف فإن هذا قد يثير كمائن الحسد في الإخوة لكن في المقابل لا يكون جحودا للنعمة كفورا لها بحيث يسألونه و إخوانه إيش أخبارك يا فلان يقول و الله أموري صعبة و علي ديون و أنا وضعي كذا و كذا و كذا لا يقول الحمد لله أنا بخير و نعمة و مما يخفف الحسد بين الأقارب أن يكون الإنسان بشوشا أن يكون الإنسان خلوقا في تعامله يقدر الكبير و يحترم الصغير و ينزع عنه الألقاب في تعامله مع أقاربه خصوصا إذا ميزه الله سبحانه و تعالى بفضل من فضله كجاه أو منصب أو مال أو علم و قد نبه على هذه الدقيقة الحقيقة بشكل جيد و مركز ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر و هنا وضح كلمته باختصار شديد فأقول من أوتي فضلا من أنواع الفضل التي ذكرتها منصب جاه مال علم مكانة معينة فعليه إذا كان في وسط أقاربه الاجتماعي أن يخلع كل الألقاب عند باب الدخول إلى هذه الاجتماعات فيقدر الكبير فمثلا في مجال الجلوس مثلا تعجبني تلك الأسر التي تراعي كبر السن أو تراعي ترتيب السن لا يراعى فيه و الله أن هذا معه شهادة عالية و هذا و الله متميز بمنصب و هذا كذا فتقدم المسأل على معايير اجتماعية أو مالية لا في مجال العلاقات الاجتماعية ينبغى أن يراعى مثل هذا السن ليكسر شيئا من غوائل الحسد التي قد يثيرها الشيطان فتصور مثلا لو أن رجلا عمره خمسون سنة أو ستون سنة أقصي أو أبعد عن مكانه الذي يليق به في سنه و قدم عليه شاب قد يكون في سن أبنائه لأنه شهادة عالية أو لأنه تاجر أو لأنه قد تسنم منصبا مرموقا في المجتمع في مقام الأمور الاجتماعية ينبغي أيها الإخوة أن نستفيد من قصة يوسف في دفن كل ما يثير الحسد والضغاء بين الأقالب في قصة يوسف أيضا من الدروس والعبر أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد رفعة عبد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنواع من الابتلاة ليظهر فضله للناس فإن يوسف عليه السلام تسلط عليه إخوته من قديم مبكرا في بواكير حياته ألقي في الجب ثم بعد ذلك بيع بيع العبيد ثم حصل له من الابتلاة في قصته مع أمرأة العزيز ثم بعد ذلك بالسجن ونحو ذلك فليطمئن العبد الذي صدق مع الله عز وجل واستقام على أمره وكان منهجه صحيحا ليعلم أن هذه الابتلاءات تهيئه إلى أمر عظيم وقد قيل من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة فلا تقلق أيها المؤمن لا تقلق أيها الداعية لا تقلق أيها المستقيم إذا وصلتك أو حصلت وقعت عليك هذه الابتلاءات فإنه قد تكون لك منزل عند الله سبحانه وتعالى لا تبلغها بعملك بل تبلغها بما يقدره الله عز وجل عليك من الابتلاء من الدروس العظيمة جدا في قصة يوسف أن الابتلاءات لا تلسل الإنسان مبادئه ولا تجعله يترك دعوته يوسف في عدة مواضع من قصته يخبر الله سبحانه وتعالى عن أقوال الناس الذين يرونه إننا نراك من المحسنين يوسف قالها قيلت له هذه الكلمة وهو في السجن إننا نراك من المحسنين وقالها له إخوته حينما دخلوا عليه وهم لا يعلمون أنه يوسف إننا نراك من المحسنين وهذه من أعظم صفات الإنسان الذي يريد أن يكون داعية بحق أن يكون متصفا بهذه الصفة محسنا في أخلاقه محسنا في دعوته محسنا في أسلوبه في تعامله في جوده وبذله وفي كل صورة من صور الإحسان الممكنة الأمر الثاني يوسف عليه السلام مع كونه سجن ظلما إلا أنه لم يترك دعوته فهو حينما قص عليه الشابان أو الرجلان قصتهما في رؤياهما المشهورة كان بإمكان يوسف عليه السلام أن يؤول الرؤى مباشرة لكنه استغل هذه الفرصة وقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزلوا من السلطان إلى أن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمره أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأس يقضي الأمر الذي فيه تستفتيا كان بإمكان يوسف أن يعبر الرؤية وينتهي ويقول انتهينا خلاص هذا السجن ما في مكان للدعوة يعني لعلنا نحمل همومنا وغمومنا فضل عن أن ننشغل بالدعوة كلا الإنسان صاحب المبدأ صاحب الدعوة لا يترك دعوته ولو كان في الهواء في الجو في الطيران لا يترك دعوته ولو ركب البحر لا يترك دعوته ولو كان في السجن لأن المبادئ لا تتجزأ المبادئ لا تنشط مرة وتنطفئ مرة المبادئ تحيا مع الإنسان ما دام فيه روح من العبر العظيمة في قصة يوسف أنه لما خير بين أن يعصي الله عز وجل و بين أن يسجن اختار السجن على معصية الله على أن يعصي الله سبحانه وتعالى و هذا فيه درس و عبرة أن الإنسان إذا خير بين هذين الأمرين فإنه يختار العذاب الدنيوي على عذاب الآخرة قال الله عز وجل ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه و العبرة الثانية التوكل على الله عز وجل في دفع رغبة النفس في المعصية و إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين و من العبر العظيمة في قصة يعقوب حسن عاقبة الإنسان إذا كف عن المعصية و صبر عليها لحظة تيسرها و خصوصا في مقام الشهوات لاحظوا لم يبق بين يوسف و بين أن يقع في المعصية إلا خطوة واحدة فقط مع حرص امرأة العزيز على تهيئة الجو كاملا فهي أغلقت بل قال الله عز وجل و غلقت الأبواب قال أهل العلم لم يقل الله و أغلقت بقال و غلقت لأن هناك باب و رأ باب و رأ باب و رأ باب حرصت على أن تغلق جميع الأبواب من أجل أن تتهيئ و هي ملكة ذات منصب وجمال و هو شاب حسن بل هو من أحسن الناس خلقا و هو غريب و هو الذي دعي في عدة عوامل جعلت من وقوع الفاحشة أمرا متيسرا لو لا عسمة الله سبحانه و تعالى فأقول انظروا أيها الشباب انظروا أيها الفتيات حسن العاقبة التي أورثها الله عز وجل يوسف عليه الصلاة و السلام حينما صبر على المعصية كثير من الناس قد ينظر و يتكلم الصبر على الشهوة و الصبر على المعصية في الكلام النظري لكن الامتحان الحقيقي حينما يبتل الإنسان بمثل هذا فيجد التوفيق و التأييد و لا عاصم إلا الله سبحانه و تعالى و لكن على الإنسان أن يقدم بين يدي ذلك أعمال صالحة فمن استقام مع الله عز وجل في حال الرخاء و حفظ الله في حال الرخاء حفظه الله سبحانه و تعالى في حال الشدة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة و من الشدة أن يبتل الإنسان بهذا نحتاج هذا الدرس العظيم إليه والأخوات في عصر كثرت فيه الصور و كثرت فيه المقاطع المحرمة و تيسر فيه الوصول إلى هذه بأيسر السبل فهنا على الإنسان على الشاب و الفتاة إذا عرض له شيء من ذلك أن يقول كما قال يوسف معاذ الله إنه ربي و كذلك أيضا من الدروس و العبر في قصة يعقوب عليه السلام أن الله إذا أراد الفرج يسر أسبابه فقد قدر الله عز وجل أن يرى الملك ملك مصر تلك الرؤية التي كانت سببا بعد ذلك في رفعة يوسف عليه الصلاة و السلام و فيها درس آخر و هو أن الشدة بتراء كما تقول العرب الشدة لا تدوم يوسف انتقل من السجن لا ليكون مواطنا عاديا بل ليكون أمينا على خزائن مصر فبشراكم أيها الصابرون أخيرا الحسد و البغي لم يغير الذي وقع على يوسف من إخوته لم يغير من مبادئه و أخلاقه شيئا كما أشرنا قبل قليل فلم يجرح إخوته حينما عادوا تائبين نادمين بل أو عزد أو نسب ذلك إلى الشيطان و هو حق لكنه لم يحاول أن ينبش في أي ملف من الملفات السابقة بل قال و قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن و جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني و بين إخوتي فيا أيها الإخوة أيها المتقاطعون أيها المتنافرون وأنتم إخوة لأب أو إخوة من أم وأب لكم في يوسف عبرة و حسنة و الله إن الدنيا لا تساوي شيئا عودوا إلى الله سبحانه وتعالى و أصلحوا ما فسد من علاقاتكم و ليقول أحدكم كما قال يوسف لأخوته لا تثرب عليكم يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين و قولوا إن هذه نزغة من الشيطان عودوا و توبوا و تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم و ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني و إياكم بما سمعنا و إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثن فإن الله غفور رحيم ترجمة نانسي قنقر